نحن النهاردة في هكاسون الطاقة المتجددة واللي بيقام على هامش ورشة عمل توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر الحقيقة الحدث ده مش الأول من نوعه معهد بحوث الإلكترونيات بيعمل عدد من الأنشطة لطلاب المدارس والجامعات مختلف الجامعات الجامعات التكنولوجية الجامعات الخاصة الجامعات الدولية والجامعات الحكومية بنقدم الدعم اللازم للطلبة والمقصود بالدعم ليس الدعم المالي فقط ولكن الدعم التقني والإداري وحتى الدعم القانوني لبعض الشباب اللي بتحاول أنها تسوى للمنتجات التكنولوجية بتاعتها عن طريق إنشاء شركات الهكاسون النهاردة اتقدم له عدد كبير من الجهات البحثية والجامعات والمدارس أسامي جامعات كثيرة جدا جامعة القاهرة جامعة اسكندرية دوميات جامعات تكنولوجية زي جامعة ويسنا جامعة القاهرة الجديدة جامعات خاصة زي جامعة فاروس الجامعة الصينية جامعات كثيرة جدا أكتر من 40 جهة مشاركة في الهكاسون أكتر من 350 طالب من مختلف هذه الجهات الكل بيتنافس على أفكار إبداعية لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر الحقيقة المنتجات اللي معروضة كلها منتجات ابتكارية ومجهود مشكور من كل الجامعات وحتى طلبة المدارس التكنولوجية أو مدارس استام وبيجي دعم بعد كده لمعهد بحوث الإلكترونيات عشان تدعم الشباب دي في أفكارهم الابتكارية كمان في دعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي راعي لهذا الهكاسون أو لهذا الحدث والرعاية برضو مش رعاية مالية فقط هي متعاونة في كل مراحل الهكاسون من تنظيم وتحكيم ومتابعة للمنتجات اللي هتعرض فيه الهكاسون كمان احنا بنلتجي أو بنتعاون وبنتشارك مع القطاع الخاص بنستقي أفكار الهكاسون ازاي من احتياج المجتمع من احتياج الصناعة من احتياج المجتمع والحقيقة هم بيبقوا مشاركين في اختيار هذه الأفكار بحيث أن المشروعات الابتكارية القابلة للتطبيق تنزل على طول للإنتاج الكمي أو للصناعة والاستفادة منها زي ما احنا شايفين معظم المنتجات يعني بيطفي عليها اللون الأخضر وده التوجه لمصر محتجاء المحافظة على البيئة والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وبصفتنا كمعهد احنا بنصنف أول معهد بحثي زكي ومحافظ على البيئة لذلك بنركز على المخرجات البحثية اللي تتواكب مع رؤية مصر تلاتين وهي المحافظة على البيئة واحنا فريق من طلبة شغالين على مشروع انتاج الوحطاقة شمسية بكفاءة أعلى كلنا في هندسة دومياط دي آخر سنة لدينا فبدأنا نشتغل على مشروع تخرجنا فاحنا مندور على فكرة مشروع التخرج بدأنا نتابع الترند اللي موجود حالياً في مصر فلاقينا بعد كوب 27 يتعامل في شرم الشيخ الفترة اللي فاتت التوجه في استخدام الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الطاقة ومصر من الدول الريتش قوي بالطاقة الشمسية فعشان كده احنا وجهنا نفسنا لنحية الطاقة الشمسية وازاي انا قدر ارفع من جفائتها واستغلها احسن استغلال الحمد لله كوب 27 خل فيه استثمارات كتير في مجال الطاقة المتجددة خلت فيه دعم لمشاريع التخرج وتحولها لشركات فاحنا قدرنا الحمد لله بعد ما طورنا مشاريع تخرجنا النواة ممكن يكون شركة موجودة في السوق قدرنا ان احنا نحصل على دعم من جهات تابعة لوزارة التعليم العالي وسندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تساعدنا ان احنا نقدر نطور في مشاريعنا اكتر ويكون عندنا زي قادرين ان احنا نصرف المشروع بدعم من وزارة التعليم العالي وقدرنا الحمد لله ان احنا ناخد دعم من مسابقات زي مسابقة EGB اللي أطلقتها سندور عاية المتكرين والنوابغ تابع الوزارة التعليم العالي قدرنا من خلاله أن ننفس بروتوطايب على سكيل أكبر يدي طاقة أعلى عشان نبقين الفاليدتي بتاعة المشروع بتاعنا وقدرنا أن نحول مشروعنا وده الاتجاه الموجود حاليا في رؤية مصر 2030 وجود شركات تقدر أنها تيمبليمنت وجود الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في السوق فقدرنا أن نكون فكرة شركة تكون موجودة لاستخدام الطاقة الشمسية في السوق ونتعامل مع مشاريع ونتعامل مع شركات موجودة ومصانع كبيرة فإنها تستخدم الطاقة الشمسية عشان تقلل من بصمتها الكربونية وتقلل من تلويسها للبيئة والنتاجة لأننا يكون عندنا مجتمع نظيفنا في مصر بنقدر من خلال مشروعنا أن نرفع من كفاية ألواح الطاقة الشمسية زي ما هنوضح وأن نستغل الطاقة الشمسية في أن ننتج كهرباء أكتر من الألواح العادية الموجودة في الدول برة وأن ننتج طاقة حرارية نستخدمها في استخدامات أخرى سواء في المصانع أو في البيوت اتقدم لنا دعم أكاديمي خلينا قادرين أن نطور بيزنس موديل كامل للمشروع بتاعنا وتكوينه كشركة نحن نعمل بيزنس موديل كامفا نعمل استي بي أناليسي سوات أناليسي كاستومات جيرني ونقدر أن نحدد دراسة الجدوة بتاعة المشروع ورأس المال اللي قدر من خلاله أن نكون مشروع موجود في السوق ويقدر ينفس من وقع تجربتنا إدرس فكرتك كويس هتلاقي فيه دعم من أكتر من جهي يخليك توصل للي أنت عاوز وبتحلم به وأكتر من اللي أنت بتحلم به كمان إزاي على المشروع بتاعنا وأن نحن نقدر نطور من الشغل اللي هم عملوه بحيث أن نحن نوصل لأحسن تعديلات على الألواح الشمسية بتاعتنا كنت مسؤول عن جزء استيميليشن في البروجيكت بتاعنا في الحقيقة بعد الدراسة الكبيرة اللي مهند كلمنا عنها بدأنا أن نحن نشتغل على برامج هندسية بأحدى استقنية زي اللي تعلمناها في كلية زي الأنسس والسوليدورك بحيث أن نحن نشتغل على كل configuration أن نحن نطلع منه أعلى كفاءة وبعد السيميليشن اللي احنا عملنا ده نزلنا لأرض الواقع أن نحن نطبق كل حاجة عمل لها كجزء بريكتغل بحيث أن نحن نطلع على الموديل بتاعنا أنت مسؤول عن تحويل الفكرة بتاعتنا من مجرد فكرة على ورق ومجرد أرقام على برامج السيميليشن إلى حاجة ملموصة في أرض الواقع الحمد لله قدرنا بعد محاولة في أكتر من بروتو طيب واحد واثنين أو تلاتة تلاتة بروتو طيب اشتغلنا عليهم قدرنا أن نحن نوصل لفاين الـ configuration أحسن من كل البروتو طيب اللي اشتغلنا عليها بأرقام أحسن كتير وقدرنا نحاول الكلام اللي احنا اشتغلنا عليه من كم ومن مجرد كلام نظري أو أرقام سيميليشن الأرقام على أرض الواقع أرقام نقدر نستفيد بيها تنفيذ العمل بتاعنا ساعدنا أن نحن نوضح فكرتنا اللي أكتر من مستثمر أو شركة أو مسابقة احنا شاركنا فيها تسنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاسترادية أكاديمية البحث العلمي اللي أنا بنتمي بأشرف بالانتماء لها هي أكاديمية وطنية لها رسالة واضحة وهي تهيئة بيها مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من إحدى المحاور اللي بتتبع الخطة التنفيذية هي محور دعم الابتكار وده هدفه الشركات النشاة دعم الشركات النشاة واحتضان الشركات النشاة الهاكاسونز النهاردة أنا بصراحة سعيد بك عدد المشاركين بشكر دكتورة شيرين عبدالقادر على دعمها واحتضانها للمجموعات العامة والفرج اللي موجودة النهاردة جميع الفرج أنا شايف أفكار مختلفة أفكار جديدة العصف الزين اللي بين الفرج والتنافس اللي بين الفرج تنافس كبير جدا إن شاء الله النهاردة بيكون عندنا ثلاث فائزين البحث العلمي طبعا هي بترعى النهاردة الهاكاسونز أكلمات البحث العلمي داعمة لحوالي 1300 مشروع بتبتدي بتدعم المشروع دي بطريقة إما عن طريق المؤسسات أو الهيئات أكلمات البحث العلمي بتابعة لوزارة التعليم العالم والبحث العلمي بتدعم مشروعات التخرج للطلبة تقريبا حوالي 400 مشروع تم دعمهم السنة دي بندعم الأفكار تحويل براءات الاختراع إلى منتج بندعم المشاريع الأولية القابلة للتطبيق بنبتدي نوصل الشركات النشئة بالمهتمين في الصناعة وده دور الرئيسي للاكاديمية البحث العلمي التكنولوجيا بالفعل ده دور مكاتب نجل وتسويج التكنولوجيا داخل الجماعات المصرية احنا عندنا 57 مكتب للنقل وتسويج التكنولوجيا وده دور مكتب نجل وتسويج التكنولوجيا هو بالمخرجات البحثية بيحاولها إلى منتج عن طريق التواصل مع الشركات الصناعيين رسالتي للطلاب النهاردة حاولوا تشتهدوا أنا بصوت بيكم جداً النهاردة أفكار مميزة أي كومنت هتقال من لجنة التحكيم النهاردة هو في صالحك مش ضدك بالعكس أنت حاول تشتغل على الفكرة شوف باجي الأفكار من الزملاء المحاطين بيك ممكن تطور فكرة معاناة في دماغك تستفيد منها أنا سعيدت جداً اليوم اللي أنا أكون فوست زملائي بمحة الإلكترونيات وفوست طلبة ما شاء الله أنا يعني كان لها الشرف النهاردة أقابل مجموعة طلبة سنوي طلبة سنة أولى في الجامعات إعدادي هندسة مش بس مشاريع التخرج اللي هي في آخر العوامل دراسية الجامعية سنة ثالثة أو ربعة لا ما شاء الله يعني دي حاجة كويسة جداً اللي أنا أشوف ناشق جديد فاهم يعني إيه تنمية مستدامة فاهم يعني إيه أهداف السبعتاشر للتنمية المستدامة فاهم يعني إيه البيئة فاهم يعني إيه تغيرات مناخية فاهم يعني إيه اللي أنا أنتج طاقة جديدة متجددة اللي أنا أحصل على عادة تدوير المخلفات وإنتاج طاقة منها كل ده مستهدف بناء لشباب واعد مصري بحاب بلده عنده انتماء ليها عارف إنه هو لو أنتج طاقة يغنينا ده عن الاستراض للطاقة بالأحفرية بأنواحها شفت ما شاء الله شباب عمل سكوتر صناعة محلية كاملة فروم إيتوزاد دي حاجة وصغيرين لسه في سنة أولى فدي حاجة جميلة جداً 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 ما شاء الله أنا شفت كان مشاركين من جميع محافظات مصر فدي حاجة معناها إنه ما شاء الله المهد هنا نجح إنه هو يوصل هدفه وإنه هو يساعد إنه يشجع الشباب على مستوى جمهورية مصر العربية دي كلها فده حاجة جميلة جداً أحب برضو أشير إلى إن المشاريع كلها اللي تم تقدمها واللي احنا بنحكمها اليوم أو بنشرف على تحكمها يعني بنشرف إن احنا بنحكمها اليوم كلها متماشية مع استراتيجية مصر 2030 كلها متماشية مع التوصيات اللي مصر طلعت بيها في مؤتمر في الكوب 27 بخاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أغلب المشاريع المتقدمة كانت خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر من موارد متعددة المشروع بتاعنا عبارة عن Solar Tracking System الفكرة بتاعت المشروع إن إحنا مستخدمين سنسورات معينة مع كنترولر بيبدأ إن هو يتطبع الشمس بيبدأ إن هو يتطبع الشمس علشان يطلع أعلى إفشنسي أو أعلى إفشنسي نقدر نستخدمها من الواحي الطاقة الشمسية وربطين البرنامج بتاعنا ده بموبايل أبليكيشن بحيث إن أنا لو حصل عندي عطل في السنسورات اللي قاعد في غرفة التحكم يقدر يعمل كنترول على السيستم ويوصل للإفشنس اللي هو محتاجها علشان يغطي الكونسومشن أو الطاقة اللي هو محتاجها فريق العمل كان مقسوم لأكتر من جزء فيه ناس اشتغلت على الجزء الهاردوير ناس اشتغلت على السوفتوير والناس اشتغلت على الموبايل أبليكيشن والويب سايت اللي بيعرض الشغل بتاع المشروع بتاعنا الشغل ده كله اتجمع في الآخر كلنا كفريق عمل اتجمعنا وبدأنا إحنا نشتغل مع بعض علشان نطلع البرودرت بتاعنا بأحسن جود